السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعة قناة صحتك في معلومة الأعزاء اللهم صلوا وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سوف نرد عليكم في هذا الفيديو عدة أطعمة غنية بالدهون أبقوا معنا إلى نهاية هذا الفيديو لتتعرفوا على هذه الأطعمة وإليكم فيها التقرير التالي أبرز هذه الأطعمة الغنية بالدهون أطعمة غنية بالدهون تناولها للحصول على صحة جيدة إذا أردت اتباع نظام غذائي صحيا فسينصحك الكثيرون بالابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون لتحصل على صحة أفضل أو لتخسر بعض الوزن ولكن هناك العديد من الدهون الصحية والتي تتواجد في بعض المأكلات وتحتوي على العديد من الفوائد للجسم وتحميه من الإصابة بالأمراض الخطيرة بحسب موقع هيلثلين الطبي الجبن يمتلئ الجبن بالعديد من الأحمضة الدهنية المفيدة والتي تقلل من مخاطر الأصابة بمرض السكرية من النوع الثاني فكوب الحليب الواحد يستخدم في صنع شريحة سميكة فقط من الجبن الجبن يعتبر مصدرا للعديد من العناصر الهام مثل الكاليسيم وفيتامين ب12 والفسفور والسلينيوم كما أنه مصدر مهم للبروتين فشريحة سميكة من الجبن تحتوي على 6.7 جرامات من البروتين البيض يحتوي البيض على العديد من مضادات الأكساد بالإضافة إلى مراكب الكولين وهو من المغذيات الدماغية الضرورية ورغم أنه يحتوي على الكثير من الدهون إلا أنه وجبة مفيدة خصوصا لمن يرغبون في خسارة الوزن ليحتويه على نسبة كبيرة من البروتين كما أن من يتناولون البيض على الإفطار مقابل الحبوب يحصلون على سعرات أقل ويفقدون الوزن الأسماك الدهنية الأسماك الدهنية مثل السلمون والمكريل والرنجا والسردين تحتوي على نسبة كبيرة من أحماض يومغاثري بالإضافة إلى أنه مصدر مهم للبروتين واثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون الأسماك الدهنية تنخفض لديهم معدلات الإصابة بأمراض القلب والاكتاب والأمراض العقلية والكثير من الأمراض الشائعة المكسروت المكسروت مصدر مهم للدهون والألياف والبروتين وتعتبر من أكثر الأطعام الصحية كما أنها مصدر جيد لفيتامين إي الذي لا يحصل الكثيرون على حاجتهم منه الدراسات أثبتت أن من يتناولون المكسروت أقل عرضة للإصابة بالأمراض المختلفة ومنها السمنة وأمراضي القلب ومرض السكرية من النوع الثاني زيت الزيتون يحتوي زيت الزيتون على فيتامين إي وكي ونسبة عالية من مضادات الأكسادة التي تعمل على محاربة الالتهابات في الجسم كما يعمل زيت الزيتون على خفض ضغط الدم ونسبة الكوليسترول وتقليل معدل الإصابة بأمراض القلب الزبادي كامل الدسم الزبادي كامل الدسم واحدا من منتجات الألبان التي تحتوي على كمية عالية من الدهون بالإضافة للعديد من العناصر الأخرى مثل البكتيريا المفيدة التي تعمل على تحسين صحة الجهاز الهضمية كما يعمل الزبادي كامل الدسم على محاربة أمراض القلب والسمنة الأفوكادو الأفوكادو أحد الثمار التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون بما يصل لنسبة 77% والتي تعمل على خفض نسبة الكوليسترول في الدم كما يعتبر الأفوكادو واحدا من المصادر المهمة للبوتاسيوم والألياف الشوكولاتة الداكنة وتحتوي الشوكولاتة الداكنة على نسبة دهون عالية جدا تصل إلى 56% من سعراتها الحرارية ومع ذلك فهي مصدر جيد للمعاد مثل الحديد والمغنيسيوم والنحيس بالإضافة لإحتوائها على نسبة 11% من الألياف الشوكولاتة الداكنة تحتوي أيضا على العديد من مضادات الأكسادة والتي تعمل على خفض نسبة الكوليسترول وضغط الدم متابعين الكروم لو عجبكم هذا الفيديو فضلا وليس أمرا لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل رمز الجرس لكي يصل لكم كل معلومة جديدة ومفيدة إن شاء الله